الاستاذ محمد بيقول حديث من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حديث صحيح والمعنى هو في ضمان الله بلا فعلا هو في حفظ الله في كلاء الله سبحانه وجل فعلا كما قال النبي صلى الله من صلى الله اربعا في اول النهار قال يا ابن ادم اكفني اربعا اول النهار اكفك اخره فانت في حفظ الله في تمامه لكن شوف الذي لم يصلي الصبح صلى الصبح هنا يعني في جماعة ابن اصل الله منفردا في ذمة الله نعم في ذمة الله الممو يصليها في وقتها